شهد الفريق أول لمحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية ما راسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيل للتقاعد في الأول من يوليو 2022 وقام وزير الدفاع بتقليد القادة المكرمين وسامة الجمهورية من الطبقة الثانية بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2022 وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لرعايتها المستمرة والدعم المتواصل الذي تقدمه لهم ولأسرهم مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائما عنوانا للعطاء والوفاء جيلا بعد جيل وقام الفريق أول محمد زكي بتقليد القادة المكرمين وسامة الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة المكرمين الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفاني في أداء واجبهم ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في مختلف الأوقات والظروف مؤكدا على أن ما قدموه من أعطاء وتضحيات لرفعة شأن الوطن سيذكرها التاريخ دائما مشيدا بدورهم في خدمة القوات المسلحة وتماسكها في مواجهة كافة الصعاب وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية وأكد الفريق أول محمد زكي أن رجال القوات المسلحة سيظلوا دائما على قدر المسئولية الملقاط على عاطقهم مهما تعقبت الأجيال بكل شجاعة وشرف مؤكدا أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها كما وجه القائد العام الشكر لأسر القادة المكرمين تقديرا لما تحملوه من مسئولية اجتماعية كبرى في أعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على البذل والعطاء حضر الاحتفال الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم اشتركوا في القناة